مساء الخير لجميع بتحكي على إذا الإجراءات الجديدة اتطبقت شو ممكن يصير هل بيشمل الإجداد ولا ما بيشمل أول شي خليني فيه خبرهم بهولندا 1700 مأوى طويل للأمد لطالب اللجوء في ميدينة آرنم أقربت بلدية آرنم اتفائيات مع الوكالة المركزية لاستقبال طالب اللجوء مشان إنشاء 1700 مكان استقبال طويل للأمد لطالب اللجوء والقصد من ذلك هو أن تظل الملاجئ قيد الاستخدام لمدة 30 سنة وبالإضافة إلى ذلك سيتم إضافة 250 مكان إيواء مؤقت ومن خلال أماكن الإيواء الإضافية تريد البلدية المساهمة في مكافحة أزمة الإيواء وستقوم البلدية بتحويل بعض الأماكن أو بعض المواقع المؤقتة إلى مواقع دائمة وهون الخبر أصدقائي فيكن تقرؤوا بكل التفاصيل تمام أصدقائي؟ هلأ بنجي للإجراءات إذا في حالة طبقت تمام؟ مين بيشمل؟ مين ما بيشمل؟ بيشمل الإجداد القدمة الموجودين بالكامب؟ أصدقائي ما حدا أول شيء أول شيء يعني أول شيء لسه ما بنعرف شو رح يصير تمام؟ ننتظر للأسبوع الجاية أنا بيعتقائي أنا بيعتقائي أنا بظن بس بيتطبق على الناس اللي بتجي من بعد القرار يلي رح يتطبق يعني قيمت بيطبقوا لنا فرط بكرة فالناس اللي بتجي من بعد بكرة رح يتطبق هذا القرار أنا بقول مثالا أنا فأنا بيعتقائي ومن المفروض أنه يتطبق على الناس الجدد اللي رح تجي من بعد ما يتطبقوا هذا القرار إذا تم آآ إذا صار فيه قرارات جديدة أو أو آآ أو أفكار جديدة قوانين جديدة تغييرات بخصوص اللجوء بالفيديو اللي أنا حكيتهم باره هل ما في شيء أصدقائي ولكن الناس اللي عم تقلي أنه صحيح نحنا بالكام عملنا مقابلة الأولى مقابلة الثانية هالشي رح يتطبق أصدقائي أنا يعني أنا تلكم شو بيطلع رح نقلكم يا بالتفصيل ولكن أنا أنا برأيي أنه لأي شخص جديد من بعد ما يتطبق القرار رح يتطبق هيك المفروض تحياتي أصدقائي لهم خلص الفيديو رح سكر ثلاثة اسماء كل عادة ضياء أبو تامر بهاء وميساء صالح كل تحية لإلون لكلمتابعين لا تنسى تتابعني على اليوتيوب يلي ما نمتابعني باسم باسلستار يلي حابب يراسلني على الخاص فيكم على الإنستغرام باسم باسلستار كمان تحياتي لإلكن وتصبحونا لألف خير